بحمد الله وفضله علي وسالم يعودون لأرض الوطن غانمين سالمين وسط ترقب من الأهالي استقبال حاشد بمطار مسقط الدولي تتزاحم فيه مشاعر هؤلاء المستقبلين فرحا وسرورا بقدوم علي وسالم الحمد الله بمشاعر وصف لا يوصف المشاعر لما ينعمان الحمد الله فرحنا الروح ردت ويادنا حياة جديدة ووصف لا يوصف الحمد لله رب العالمي الحمد لله زايد فرح وزايد خير وصخواني وهلي الحمد لله رب لك هم شكرا حياة من جديد تبشر الشاب بين الصابرين بصبح يشرق في الأشخرة فتشرق معه فرحة العودة مجددا تاسع يوم خلاص غفاغ دين لم نعد لكن ما عثرني على لدي أي مخلفات من الغرب المخلفات اللي في الغرب ما حصلني علي عرفهم العرب موجدين في غربهم هذا الأمل بس هذا الأمل لماذا لا أمني عليه قلني يمكن حد لقيها مشي في السفن وقلصهم وراح أحيار لقاء بعد فقد دام عشرة أيام في عرض بحر العرب تشكلت فيه ملحمة وطنية من الجهود الحكومية والمدنية والأهلية جابت البحر حتى حدود جمهوريتين باكستان وإيران من أجل العثور على المفقودين جهود لا نقدرها طبعا كثيرة تبدأ من شرطة عمان السلطانية السلاح القوى السلطاني العماني البحري السلطاني العمانية مركز الأمن البحري جهاد الحكومية هذه قامت بدور فعال طبعا إذا قناع المجتمع المجتمع المدني طبعا المواطنين فئة الصيادين كان لهم دور بارز في عمليات البحث الضحوا بمالهم بقواربهم بأوقاتهم من أول يوم تقديم البلاغ إلى يوم كل يوم طبعا ما في قارب نزل للصيد وهذه كله تلاحم مع أخواننا الصيادين تتواصل مظاهر البهجة لتكون النهاية السعيدة لرواية من روايات البحث والإنسان العماني ترجمة نانسي قنقر